ضائقة مالية وشح في التمويل أم دعاية ودعوة للتعبئة؟ هكذا تباينت التفسيرات بعد حملة إعلانية أطلقها حزب الله اللبناني يطالب فيها أنصاره بدعمه ويحثهم على التبرع له لشراء صواريخ وطائرات مسيرة الحملة التي جاءت تحت عنوان مسيرة ميسرة هي عبارة عن مقطعين دعائيين لا تتجاوز مدة الأول ثلاثين ثانية مرفقة بصور لمسيرات تجوب السماء وأخرى لأياد تضع مساهمتها المالية في الحصالة وتقف وراء الحملة هيئة تسمى بهيئة دعم المقاومة الإسلامية وهي هيئة عملت على جمع التبرعات المالية لتمويل حزب الله المصنف أمريكيا وأوروبيا كمنظمة إرهابية بعض التفسيرات السياسية للحملة مشاهدين ربطتها بتكاليف الحرب خاصة أنها تأتي وسط تحذيرات من خروج المعارك على الجبهة اللبنانية عن قواعد الاشتباك حيث تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين فيما تربط بعض التفسيرات والتحليلات الحملة بأسباب داخلية صرفة وبرسائل يريد الحزب إيصالها لخصومه في لبنان بأن الحرب ليست قرارا يخصه لوحده فالحملة إن حققت المرجو منها قد توفر للحزب الغطاء الشعبي لكن معارضي الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى فشل الحملة بعض القراءات الأخرى ترجع سبب الحملة إلى تراجع التمويل الإيراني في ظل ظروفا اقتصادية وعقوبات مفروضة على طهران فضلا عن الخسائر المادية جراء الحرب في سوريا كل تلك التفاصيل يرى البعض أنها دفعت الحزب إلى جمع التبرعات من اللبنانيين الذين يعانون أصلا من تداعيات الأزمة الاقتصادية نقطة أخرى استوقفت اللبنانيين هي أن توقيت إطلاق الحملة يأتي بعد أيام من لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد للبنك الدولي لمساهمة بإعادة إعمار جنوب لبنان وترميم ما دمر خلال الاشتباكات الأخيرة ما بين التعليقات التي تدعم الحزب والقراءات المحتاطة التي رأت في الحملة دعاية غير سبق أن لجأ الحزب لمثلها في السنوات الماضية وأخرى تنتقد الحملة وتعتبرها محاولة لعسكرة المجتمع اللبناني تنوعت تعليقات العرب على مواقع التواصل لكن أغلبها كانت ساخرة طارق يقول الخبر يقول أن حزب الله يستنهض مناصريه لشراء الطائرات بدون طيار تعليقي سمعنا عن قرد ميسر لكن مسيرة ميسراء طائرة درون فهذه مسخرة جديدة من مساخر حزب الله في لبنان أبو طلال يعلق ويقول يبدو أن الصنبور الإيراني جف وعقوبات الخزانة الأمريكية بدأت تؤثر تدوينة ثالثة من حساب بلاك دولر يقول عم بقرأ أنه في عالم عن جد مسدقين أنه حزب الله خلص إصلاحه وضطر يعمل حملة تبرع على تويتر أخيرا تدوينة من الصحفي السعودي عبد العزيز الخميس يقول الحملة الإعلامية لحزب الله لجمع التبرعات تظهر جوانب متعددة من الوضع الراهن للحزب سواء من حيث التحديات المالية والسياسية أو محاولات حشد الدعم الشعبي هذه الحملة تبرز التناقضات بين جهود الحرب وإعادة الإعمار وتصلت الضوء على الاستراتيجيات المختلفة للأطراف المعنية في لبنان مشاهدين يبدو أن منصة X أو تويتر سابقا قامت بحجب معظم التغريدات التي نشرت مقاطع من حملة التبرعات التي أطلقها حزب الله وعادة ما يقوم الموقع بحذف المنشورات التي تخالف معاييره وسياساته كتلك التي تتضمن مثلا الفاظ نابية أو مواد تحرض على العنف ترجمة نانسي قنقر